المترجم للقناة مبالاة وخوف ولكن لا يتضح أنه هناك اكبال كبير على الانتخابات الاكبال أيضا والالتفاف مع القائمة المشتركة في الداخل التقارير تفيد أنه هناك نسبة تصويت عالية وهذا يعني يرفع مستوى التوقعات بإمكانية أن تحصل على ربما 15 إلى 16 مقعد كما يعمل قادة القائمة المشتركة أنا توقعاتي أنه سيكون هناك تحسن في وضع نتنياهو سيستطيع تحصيل مقعدين إلى ثلاثة لحزبه ولقائمته ولكن هذا لن يسعفه في أن يشكل حكومة ما يعني نتنياهو يناصر إلى 61 مقعد ودون لبرمن هذا شبه مستحيل خاصة إذا صدقت الأخبار بإمكانية أن تحقق قاملة العربية المشتركة من 15 إلى 16 مقعد لذلك أعتقد أن هذا سيضعنا أمام يعادة إنتاج لنفس الحالة السابقة لأنه أزرق أيضا ربما هو الآخر يحقق بعض المكاسب وهذا على حساب الأحزاب الأخرى الصغيرة في المعسكرين في هذه الحالة ولأنه هناك تعهد من معظم قادة الأحزاب في إسرائيل أن لا يذهبوا الانتخابات الرابعة ربما نشهد المفاجأة الأخرى أنه يكون هناك انتقال بين المعسكرات بمعنى جزء من حزاب اليمين تنتقل إلى معسكر اليسار أو الوسط يعني لا يوجد يسار هو يمين الوسط أو جزء من أحزاب كتلة أزرق أبيض أو الأحزاب المشكلة للمعسكر اليمين الوسط تنتقل إلى المعسكر الآخر هذا هو فقط ما يمكن أن يشكل المخرج إمكانية أن يشكل نتنياهو منفرد حكومة أعتقد صعبة جدا وفي حال بالفعل كلف جانتس أولا أعتقد أن نتنياهو لن يستطيع أن يستمر وسيجد طريق لتنفيذ أو الوصول إلى صفقة مع النيابة قبل 17-3 قبل أول جلسة في المحكمة لذلك يعني من الصعب التكهن الآن لأنه كل صوت يمكن أن يؤثر على النتيجة وعلى السيناريوهات أعتقد أنها بشكل كبير نعم إما كلها أو جزء منها وعلى الأرجح جزء منها إذا ما كلف جانتس وكان بحاجة لأصواتها ستوصي به وأيضا ربما تدعم حكومة من خلال الامتناع هذا يعني حديث ما قبل الانتخابات لا يعني شيء جانتس تطاول على القائمة العربية وقال لا نريدها ولا نتعامل معها وهي قالت أنها لن توصي عليه ولكن أعتقد ما بعد الانتخابات يخلق واقع جديد وتقاس الأمور بمنظار مختلف لذلك أنا لا أستبعد هذا السيناريو لأنه يختلف كثيرا يعني أزرق أبيض تبنى صفقة الكرن وترامب حصل على إجماع إسرائيلي قبل أن يعلن صفقة الكرن هو استدعى جانتس إلى البيت الأبيض وعرض عليه الصفقة وأخذ موافقته المختلف ربما هي في جزئيات يعني بمعنى أزرق أبيض يقول أنه سيطبق صفقة الكرن أو بمعنى سيتخذ صفقة الكرن كأساس لأي حوار ومفاوضات مع الفلسطينيين والعرب وبالتالي هي ستكون مرجعية وهذا مرفوض فلسطينيا لذلك أعتقد أنه في هذه الجزئيات لن يكون هناك أي خلاف ربما في طريقة إدارة والتعامل مع الملف الفلسطيني والعلاقات العربية سيكون هناك نوعا ما بعض التفاوت ولكن في الجوهر لن يكون خلاف إذا الساعة العاشرة الليلة تضح أن نتنياهو لا يملك واحد وستين مقعد ولم يتجاوز السبعة وخمسين هو ومعسكر اليمين أعتقد أن بداية خروج نتنياهو من الحياة السياسية تكون قد اقتربت وإذا لم يكلف تشكيل الحكومة لن يبقى في الحياة السياسية طويلا ولكن إذا كلف سيستغل هذه الفترة ليس تشكيل حكومة بل لإيجاد مخرج قانوني له لأنه من الصعب جدا أن يشك الحكومة وحتى لو يشك الحكومة لن يعطي هذه الحكومة حصانة التي يريدها وهذا مهم جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر